ثلاثة عناصر أساسية حددها المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جرنبيرك لإنهاء الصراع في اليمن التوقف فورا عن الاستفزازات العسكرية والاتفاق على وقف شامل مستدام لإطلاق النار على صعيد البلد وخفض التصعيد الاقتصادي فورا وإحراز تقدم بشأن الاتفاق على مسار واضح لاستئناف عملية سياسية بين اليمنيين أمام مجلس الأمن الدولي قدم الوسيط الأممي إحاطته الشهرية عدد فيها فوائد ما قال إنه أطول فترة هدوء نسبي بما في ذلك خفض الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال بنسبة 40% واستمرار الرحلات الجوية من وإلى مطار صنعاء الدول وفتح المجال أمام نقاشات جادة مع الفاعلين اليمنيين حول طريق التقدم نحو إنهاء الصراع مثمنا جهود السعودية وعمان في هذا السياق ورغم ذلك أقر المبعوث الأممي أن الوضع على الأرض لا يزال هشا ويمثل تحديا فالجباهات كما تحدث لم تصمت بعد مشيرا إلى اشتباكات وقعت في محافظات الضالع وتعز والحديدة ومأرب وشبوة فضلا عن وجود تحركات للميليشيات الحوثية في محافظتي إب ومأرب وهجمات ضد المدنيين في مديرية حيس بمحافظة الحديدة إلى جانب معركة اقتصادية وانخفاض قيمة الريال اليمني أمام العمولات الأجنبية لم يخفي جرودنبرد قلقه من الانقسام الاقتصادي والتدهور في البلاد واستمرار ميليشيات الحوث في إغلاق الطرقات والقيود التي فرضتها الميليشيات على حرية تنقل المرأة وهي القيود التي تحد من حرية النساء في تلبية احتياجاتهن الأساسية والانخراط في الفرص الاقتصادية والمشاركة السياسية وفي جهود صنع السلام على حد قوله وأكد المبعوث الأممي ضرورة تحقيق انفراجة جادة بينما جدد مجلس الأمن الدولي تفويض البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة لعام آخر الحكومة اليمنية دعت المجتمع الدولي إلى تحرك جاد وعاجل لدعم جهودها في وقف الحرب الاقتصادية الحوثية ضد الشعب اليمني مؤكدة التزامها بخيار السلام داعية في الوقت ذاته إلى ضغوط دولية جادة لدفع الميليشيات الحوثية للتعاطي مع جهود الأمم المتحدة